السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله دخلت العشر المباركات وهي من أعظم أيام السنة على الإطلاق أقسم الله بها لعظيم منزلتها فقالوا والفجري وليالين عشر أنا وأنت وأنت أكيد نحب أن نعمل أعمال صالحة ونتقرب فيها إلى الله ونعرف هذه النصوص الشرعية الدالة على فضيلتها المشكلة وين؟ المشكلة أن نجد في أنفسنا أحانا الكسل أو الفتور أو ضعف أحانا الإرادة والإقبال على الطاعة والعبادة أعطيك حل الحل من وجهة نظري للإسان الذي لا يفتح الله عليها ولا يفتح الله عليه في الإقبال على العبادة لقصور أو لضعف أو لفتور عام ألزم عبادة معينة تجد نفسك مشرحة إليها مثل مثلا بعض الناس يفتح الله عليه في كثرة الذكر أكثر الذكر واجعل هذه العشر تفرغك فيها لكثرة الذكر أو قراءة القرآن بعض يفتح الله عليه في طعام الطعام وسقاية الماء أو يعني غاثة الملهوف المهم أن تلزم عبادة في هذه الشهر يفتح الله عليك بها وتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وتنال بها عظيم الأجر وتحفظ بها وقتك وتنال بها رضا الله سبحانه وتعالى وتدخل في هذه العيام المباركات وأنت من شريح النفس طيب القلب تلزم صلاتك وهذا من أعظم القربات إلى الله أنك تلزم الفرائض كما قال الله في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هذه الفرائض التزامك بيعني التبكير الصلاة إقامتها في وقتها إدراك تكبيرة الإحرام الحرص على الصف الأول إدراك صلاة الجمعة صلاة النوافل التي ما كانت الرواتب القبلية أو البعدية المهم الله يحفظكم ويرعاكم ويسعدكم بطاعته ألا تمضي علينا هذه العشر ونحن غافلون عنها همنا جوالاتنا وأجهزتنا أو طلعاتنا وسفراتنا ليكن لك نصيب من هذه العشر بكثرة العبادة ولو أن تلزم عبادة واحدة كالذكر والتكبير أو غيرها من العبادات آنفة الذكر كلها إن شاء الله أبواه بخير وطاعة المهم أن يراك الله سبحانه وتعالى قد لزمت عبادة تقبل بها نفسك على هذه العشر مباركات فتفوز بالأجر العظيم تقبل طاعتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر